هذه الرائد بصراحة أنا أعتبر اليوم هذه الإمبارات ملحمة لهم أنك تلعب من أول تقريباً في الساعة وتخسر اثنين من أهم لاعبينك وهدفين تتكلم على برقاوي وتتكلم على أمير سعيود وقبلها ما نزلت بفوزير وتكمل بثلاث أجانب وقدم فريق تقريباً مكتمل نسبة وتناسب بينهم وتضغط الضغط العالي هذا والفكرة واضحة عند مدرب الاتفاق وهذا اللي الرائد هذا اللي أعجبني فيه ضغط مون خفض مرتدات اللعب على أخطاء الدفاع اللعب مباشر وفي النهاية أكثر الفرص يحققها تجي لنادي الاتفاق تلاقي اللعب رتيب جداً حتى الطلوع في الكرة بطيء جداً حتى ما فيه الونتوت لاحظة كثير بين اللاعبين ما فيه ترابط في اللاعبين اللي موجودين عندهم تجي أنت مثلاً كمدرب جراد وأنا أستغرب منه من أنه لاعبي المفضل يعني في فريقي المفضل تجي تخترع الفتنه أنت أساساً ما بغاية الموسم الماضي تطرع له في الوسط مركز وعندك لاعب زي مثلاً ميدران هنا تستغربها بصراحة ميدران مجرد ما نزل تشوف الفعالية الهجومية اللي سواها لذلك يجب أن يراجع أفكاره ويكون مرن أكثر المدرب جرار باللاعبين اللي موجودين عنده حتى هو أخرج مثلاً مدلة ولكن لو تفكر في مدلة الضغط اللي صاير عليه روح شوف المبارات كاملة تلاقي محمد الدوسري وتلاقي الراجح كلهم دائماً اثنين ضغط اثنين على واحد طيب وين الطرف اللي عندك اللي ساند مدلة لأنك لعبته رديف أربعة أربعة ثنين ولا خليت أحد يساعد مدلة لذلك كان ضحية مدلة على العموم نادر راد بالتأكيد يستحق هذا الفوز الاتفاق يجب أن يراجع نفسه ويراجع خصوصاً جيراد في الأفكار الفنية اللي عندها ترجمة نانسي قنقر